عاوز اقول شيء مهم جدا انه غضب الله معلن من السماء لكن محبة الله غير مشروطة غير محدودة نعمة الله غير محدودة انا بحب مزمورة 130 لانه يتكلم عن الرب طويل الروح طويل الانا لم يجازنا حسب خطيانا كبعد المشرق من المغرب ابعد عنا معاصينا اخطأت وعوجت المستقيم ولم اجاز عنه علي احبائي لكن في يوم في يوم صدقوني فرصة مفتوحة اليوم اليوم هي الفرصة اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم القتل والارهاب والعنف هي من صفات الشيطان لكن احذر الله اللي في يعني انفسنا وحياتنا بين ايدي ان عمل نفخة بطير بلادنا بطير كل شيء من فينا لكن اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم توبوا لتمحى خطياكم لكي تأتي اوقات الفرج من واجه الرب حبائي الفرصة مفتوحة قال يسوع ها انا ذا واقف على الباب واقرع ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعش معه وهو معي رب المجد عم بيقرع عم بينتظرك انك تيجي لعنده الرب يسوع مازال بيتمشى في الارض حي بروحه بحاول بكلمك حتى من خلال هذه الحلقة اوعك تشك بامانة الله اوعك تشك بمحبة الله اوعك ترفض نعمة الله اوعك ترفض الفرصة المفتوحة الان امام الرب اخوتي واخواتي انا بدعوك اليوم اذا فعلا انت رفضت هذه المحبة وانك اتعشت لذاتك واهوائك واذا انت في قلبك افكار مظلمة افكار شر افكار قتل افكار حسد افكار كرهية افكار عدم مسامحة عدم غفران افكار شريرة افكار ضمار افكار ظلمة انا بدعوك اليوم انك تحطها عند صليب المسيح وتقوله يا رب ارحمني اغسلني بدمك الكريم تعال اتملك املك على العرش قلبي وكياني وانا اقبلك في الايمان بالايمان في حياتي يقوله يا رب خلصني يقوله يا رب ارحمني يقوله يا رب انا ما بدي اواجه الدينوني ما بدي اواجه الهلاك الابدي ما بدي اروح جهنم النار المسيح قال الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية ولا يأتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة بصلي نعمة ربنا ورحمته ومحبته تحل عليك اليوم بحب اسمع منك الى اللقاء